موسيقى 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 هذه هجمة اخرى خطيرة في القامل الثاني طاليق ماذا يفعل ماركوز يسدد وتخرج مدفع كانت خطيرة يا الاخرى ورقة حمراء وضرب الجزاء على الهبط اكيد ورقة حمراء وضرب الجزاء ويسام بن يحيى دقيقة ثمانية وعشرين كان تليق ماركوز دوس سنتوس وكان الهجوم يوحي بالخطور ينكمش التراجل الخلف الهجومات المضادة سريعة مساحات فارغة روض الكورة ماركوز في عقله وطبعا تلمس الكورة في اليسرى لويسام بن يحيى وتتحول وجهتها وضرب الجزاء لفائدة التراجل الهجومات التونسي اذا سيناريو اخر قد يعقد امور النادي الافريقي دائما غير المنتظر وغير المتوقع يحدث في مباريات الديربي اذا ضربة جزالي فائدة التراجل وكمال ازعيم في التنفيذ كمال ازعيم في التنفيذ كمال ازعيم يستعد يقدم ويسجل هل هدف الثالث لفائدة التراجل الرياضي التونسي عن طريق كمال ازعيم بضربة جزاء في الدقيقة الثلاثين يعني بمعدل هدف في كل عشر دقائق كمال ازعيم امامني عبر فرحته بتسجيل الهدف الثالث بضربة جزاء كان وراءها ويسان بن يحيى قال لي ربما هذك هو الحل اللجم يكون عند هذا الشاب ثلاثة هتاف مقابل بعد ثلاثة دقيقة فقط سيناريو متميز للتراجل الرياضي التونسي وسعب جدا وقاسم على النادي الافريقي خالد لمولد محمد لمكاشر يخليها الى علي بومنيج نحو محمد سليتي ياخذها نوانيري مناري مناري ستمانية في وسط ميدان التراجل الرياضي يا جوار لمناري تعدى كون الهجوم المهاكس مميك الى بنيحيا خطير البحيري تزديد بالقدم مرة ثانية هدف رابع هدف رابع عسام جمع وترتد بين الحارس والدفاع ثم الحارس ثم عسام جمع لا يتسامح والهجوم والهجوم بدأه الشاب أحمد بنيحا هدف رابع يؤكد امتصار التراجل في الدقيقة السابعة والثمانين خلد في مرات القليلة وأربع هدف خبر سفر كانت مرسومة ولست أدري كان هذا المتكهن يعني نقول كذب المناجنون لو صدقوا ولكن أعرب بعدها بقبل سفر ورفعت بعد الهدف الرابع وطبعا الحرفية لزمالين التقنيين ومخرج هذا اللقاء توفيق العليمي كان حاضرا إذن هدف الرابع على التراجل لتونسي في سيناريو كنت قلت منذ الشوط الأول لم يكن لسامير السليم ولا لأكبر متشائمين أن يتصوروا حتى في الأحلام والتراجل يستحق هذه النتيجة نظر للأداء الكبير والممتاز الذي قدمته عناصره